في أطراف قرية النائية تقع وسط غابة كثيفة كان هناك منزل مهجور يحيط به جو من الغموض والرعب كان يعرف بين السكان باسم بيت الظلال ويشاع أنه ملعون كل من اقترب منه إما عاد مرعوباً أو اختفى دون أي أثر في إحدى الليالي المظلمة قررت مجموعة من الأصدقاء علي، سارة، نادر، وريم استكشاف المنزل كانوا قد سمعوا شائعات عن أصوات غريبة تسمع في الليل كأن أحداً يهمس وأحياناً تضاء النوافذ رغم أن المنزل مهجور منذ سنوات طويلة قال نادر بحماس لماذا لا نذهب لاستكشافه؟ نحن أقوى من الخرافات لكن ريم ترددت وقالت الناس تقول إن من يدخل هذا البيت لا يعود سالماً ضحك علي بسخرية قائلاً مجرد قصص تروى لتخويف الأطفال دعونا نذهب وإذا شعرنا بالخوف سنعود فوراً عند منتصف الليل انطلقوا حاملين مصابيحهم واتجهوا نحو التل الذي يعلوه المنزل كان الطريق محشاً والأصوات الغريبة تحيط بهم من كل جانب نعيق البوم حفيف الأشجار التي تحركها الرياح وخطواتهم التي كان صداها يتردد كأن الأرض نفسها تنذرهم بالعودة وصلوا أخيراً إلى المنزل كانت واجهته متهالكة نوافذه مكسورة وأبوابه الخشبية متآكلة لكن أكثر ما أثار قلقهم كان الظلام الدامس الذي ينبعث من الداخل وكأنه بوابة إلى عالم آخر دفع نادر الباب الرئيسي ببطء وصدر عن الخشب المتهالك صوت يشبه صرخة غاضبة دخلوا واحداً تلو الآخر وكان الهواء في الداخل ثقيلاً تفوح منه رائحة العفن والدخان القديم بينما كانوا يستكشفون غرفة المعيشة سمعوا صوت خطوات قادمة من الطابق العلوي توقفت سارة في مكانها وقالت بخوف من هناك؟ رد علي محاولاً التظاهر بالشجاعة ربما مجرد حيوان لكن الخطوات كانت ثقيلة ومنتظمة وكأن أحداً يمشي بخطاً واثقة فوق رؤوسهم صعدوا الدرجة بحذر شديد والمصابيح تنير الطريق أمامهم على الجدران كانت هناك رموز غريبة محفورة ورسومات لأشكال غامضة أشارت ريم إلى أحد الرسومات وقالت انظروا هذه العين لكن لماذا يحيطها شيء يشبه الدم؟ حاول نادر طمأنتها قائلاً مجرد رسومات عابثة لا تقلقي وصلوا إلى الطابق العلوي حيث كانت جميع الأبواب مغلقة بإحكام عدا باب واحد كان موارباً ويصدر منه ضوء خافت توجهوا إليه ببطء وما إن دخلوا حتى وجدوا غرفة مليئة بالمرايا كانت معظم المرايا مغطاة بطبقة كثيفة من الغبار باستثناء واحدة كانت نظيفة تماماً تظهر انعكاساتهم بوضوح بينما كانوا ينظرون إلى المرآة لاحظوا أن انعكاساتهم كانت غريبة في المرآة كانوا يبتسمون لكن في الواقع وجوههم كانت مليئة بالذعر حاولت سارة الابتعاد عن المرآة لكنها رأت في انعكاسها يداً غريبة تمسك بكتفها صرخت من يمسك بكتفي؟ التفتوا جميعاً حولها ولم يكن هناك أحد قرروا مغادرة المنزل على الفور لكن الأمور ازدادت سوءاً بدأت الغرف تتغير أماكنها الأبواب التي دخلوها أغلقت وأصوات مخيفة بدأت تملأ المكان همسات غامضة بكاء أطفال وضحكات تشبه الصدى وكأن المنزل بأكمله يحاول احتجازهم بينما كانوا يبحثون عن مخرج ظهرت فجأة امرأة شاحبة في نهاية الممر كانت ترتدي ثوباً أبيض قديماً وشعرها يتدلى ليغطي وجهها بصوت خافت ومخيف قالت لماذا أزعجتم راحتي؟ ركضوا بكل قوة لكن كلما اقتربوا من الباب الرئيسي وجدوا أنفسهم يعودون إلى نفس الممر وكأنهم يدورون في حلقة لا نهائية وأخيراً بعد لحظات من الرعب المطلق وجدوا الباب الرئيسي اندفعوا خارجه وهم يصرخون وما إن خرجوا حتى عاد المنزل إلى الظلام وكأنه لم يكن مأهولاً أبداً في اليوم التالي عادوا مع الشرطة إلى نفس المكان لكنهم وجدوا التل خالياً تماماً لا منزل لا أثر فقط أرض جرداء كل ما تبقى كان الرموز الغريبة التي لا تزال محفورة في أذهانهم وكوابيس ستطاردهم إلى الأبد